مرحب بكم هنا تاني عزيزان مشاهدين مرحب الزميل العزيز محمد الباز نورنا محمد سهل الخير يا كابتنايمن النور حضرتك سهل الخير على جمهور النادي الاهلي يعني لسه مخلصين ارقام الداخلية وطلع الجيش نرجع تاني للداخلية يعني نفس الكلام نتكلم على فريق الداخلية من ناحية الارقام من الناحيتي ناحية الدفاعية والناحية الهجومية الارقام حتى الاداء بيقول لنا لا فريق بعيد تماما ضعيف على كل المستوى الخطوط كلها فريق بيستقبل اهداف بغزارة يعني ولكن النقطة الايجابية او الرقم الايجابي قبل ما نخش في التفاصيل عند الفريق الداخلية انه هو استقبل 33 هدف اه هو متزايل قاعد دوري بس اعزا اقول لعضرتك انه هو افضل افضل من المصري اللي هو المركز التالت استقبل 35 هدف طب هو مش افضل بس من المصري ده حتى افضل من الاربع خمس فرق اللي سابقينه يعني متكلم المقاولين البلدية بنكلم على فاركو جونة نتكلم بس لا هما كلهم بالماينس برضو زي ما دايما بنقول ولكن استقبلتهم للهدفة جابتين يعني المقاولين استقبل 46 هدف البلدية 54 فاركو 41 البنك 42 مصري 35 فالداخلية استقبل 33 من ال28 مباراة لسه هنتكلم على المباريات فتمانيا يعني انا عايز اقول انه هما يعني ارقام كلها غريبة متناقضة ودايما احنا بنحط السبوت على الرقم اللي هو بيمثل او بيعكس هو لغز بيعكس طبعا بكل تأكيد بيعكس عندنا مشكلة كبيرة في خطوط الدفاع حتى لو بسيت من ناحية التهديفية والمعدات التهديفية برضو عندنا مشكلة لان احنا عندنا فرق كتير بالماينس ولكن خلينا في الداخلية الداخلية احنا فوزنا عليها 2-1 المباراة السابقة هنجيب تفاصيلها ونقول ان الداخلية لعبة قدامنا برضو جيم كان مختلف ما كانش متوقع طبقا للي احنا بنشوفه وعندهم نقاط ضعف كثيرة جدا خلينا نبص وناخد يعني المؤشرات بتاعتنا عن الطريقة الفنية بالارقام من اخر اربع مباراة عند الفريق الداخلية يعني اخر اربع مباراة لنستعرض الارقام مع بعضها كابتنايمن ونحللها عنده طبعا فوز وحيد ده الفوز على زد بواحد صفر بدربة جزاء وعنده خسارتين وعنده واحد تعادل ده الاربع مباراة يعني نتكلم هو كسب يعني تقريبا احنا نتكلم اربع نقاط من الاثناشر نقطة فهو معدل كسب النقاط عند الداخلية في اخر اربع مباراة يبدو جيد يبدو جيد ولكن طبعا عنده مشاكل كبيرة ما اثر عليه في الاربع وعشرين مباراة الاولانين في الدور تعام بصة كابتن ده هو الشكل العام لاخر اربع مباراة علشان نشوف الناحية الهجومية والدفاعية عند فريق الداخلية التزديدات يعني نتخيل فريق سدد على المرمى في الاربع مباراة تسعة وعشرين تزديدة تسعة وعشرين تزديدة منهم تسعة على التلات خشبات بدقة واحد وتلاتين في المية فعنا نتكلم ان معدل التزديدات على المرمى والوصول للمرمى او حتى منطقة الجزاء مش عالي خالص يعني في مشكلة من ناحية الهجومية في اخر اربع مباراة رغم النتيجة الايجابية في كسب النقاط تزديدات المستقبلة لا يعني اتشاط عليه سبعين تزديدة سبعين تزديدة في الاربع مباراة فده رقم كبير جدا مع انه من المفترض انه بيلعب بسلوب دفاعي مزبوط لا اسلوب دفاعي هو 5-4-1 في شكل او في هيكلة في 5-4-1 في بيادة عددية ولكن لا في مساحات بتضربه في العمق بسهولة بتضربه بالاطراف بسهولة ولكن لما يبقى في فريق عنده الارتاحية او يعني يستقبل سبعين تزديدة في اخر اربع مباراة ده رقم يعني خطر رقم كبير ورقم خطر جدا من نام 17 على التلات خشبات طيب هما لما سكورة في منطقة الجزاء عند الاربع فرق اللي لعبوا اصادهم في اخر اربع مباراة 33 مرة في مباراة ست مرات بس يعني هما داخلوا منطقة الجزاء لما سكورة انك ست مرات في مباراة سبع مرات فيعني افريج كده 33 في الاربع مباراة اكابت الرقم ضعيف جدا ده بياكس ناحل جمي احرزوا خمس اهداف في الاربع مباراة تمام لان هما كان عندهم مباراة تسموحة خسروا 3 اتنين رغم الخسارة ولكن احرزوا هدفين وهدف طبعا التعادل امام الاتحاد وهدف طبعا وده امام النادي الاهلي وهدف الفوز على زد فعندهم خمس اهداف استقبلوا بقى 6 اهداف في اخر اربع مباراة الفرص صنعوا 20 فرص 20 فرصة عايز اقول لحده دك 3 بس محققة منه ده الفرص بشكل عام نوراه على المرمى 20 فرصة 20 فرصة اللي منهم 3 اربع فرص محققة لانه عنده دربتين جزاء تقريبا او 3 اربع يعني دربات الجزاء طبعا بتعلل اكسي جي عنده لان الاهداف المتوقعة قد يصل لست اهداف هو احرز خمس اهداف فيعني مبدئيا كده في مؤشرات انه هو اخر اربع مباراة رغم انه عنده مشكلة دفاعية واضحة وبتسدد عليه كتير ولكن نقاط ايجابي يعني ها يعني بيصل شوية بيصنع فرص وكسب وكسب متش وتعادل في مباراة رغم عنده خسارتين فنتائج يعني ارقام متوسطة ولكن عنده شكل عنده شكل وده فعلا ظهر في مباراة النادي الاهلي مقارنة بالمباراة السابقة بدأ يبع عنده شكل رغم الخسارة 2-1 و2-1 ده احنا كسبنا طلاع 4 والارقام قد بتقولينا ان الاهلي برضو كان ينزل يكسب 4 فيعني ده ارقام اخر اربع مباراة وده الاندي كيترو تبتعان بصها كابتن على مباراة الاهلي والدخلية المباراة الاخيرة لان خلاص احنا بقى دايما الفرق قدام الاهلي شكل تاني صح فخلاص نكسيكلود الارقام بتاعته يعني انطلحها برده كده وتعان بصوا قدام الاهلي والمباراة الاخيرة ده من وقت بعيد يعني ده من سبوعين ده ليس سبوعين هو ليه بماتشين بس بعدهم زدوا الاتحاد فما رحناش بعيد كسبنا اتنين واحد تبتع بقى بص الاستحواز الاهلي اربعة وستين في المية والدخلية ستة وتلاتين في المية الركنيات عندنا سبعة ركنيات سددنا تسعتاشر تزديدة على مرمى الدخلية رغم ان احنا فيزين بس اتنين واحد اربعة على تلات خشبات هم سددوا خمسة ومنهم واحدة بس الفرص بشكل عام الاهلي سنة اربعة عشر فرصة في المباراة دي كان منهم فرصتين بس محققة تخيل بقى الفرص المحققة عند الدخلية يعني ما فيش يعني حتى مش هو كان فيه محصة يعني قل من واحد ايو فيعني قربناها يعني اني جات جنب الايم دي بالزبط فهي اعتبر واحدة وده الاكسي جي بتاعهم اهو كان واحد كان ممكن يوصل لهذا فهي دي كانت تسديدة يعني مش فرصة مش للجملة مش فرصة حقيقية او خطرة يعني فبالتالي وصلنا على تلات فرص يعني لو احنا حنصلنا في الفرصة دي هي مش فرصة كبيرة محققة كان ممكن الحرس المرمى يخرجها لو جات يعني ولكن هي كان شكلها حل اي خطر نكمل اكسي جي عندنا دي نادل قد يصل لتلات اهداف ولكن الاهلي انهى المباراة باتنين هدف باتنين مقابل الهدف نكمل بقى عشان نشوف برضو ان بيئة الحاجات احنا دايما بنقول الدخلية من اقل الفرق في التمريرات ما عندوش شكل في الShape ما عندوش شكل في الProgression في التدرج بالكورة ما عندوش حتى تمريرات كثيرة في التلت الأخيرة عند اي خصو متيين وسبعين تمريرة فقط تخيل في التسعين دي حتى دكتون خمسة وسبعين في المية نادي الاهلي النحاة التانية واصل دكة ستة وتمانين في المية من خمسة ومية سبعة وخمسين تمريرة واحنا قسمناهم قبل كده في التلت تلات بتاعت الملعب وقلنا فين التمريرات بالزبط التمريرات الطولية هما لعبة 61 تخيل 61 تمريرات عايز اقول لحضرتك ان 61 تمريرات طولية بتبدأ من ضرب باتمرمة من الحرس المرمى عايز يطلع بدرب باتمرمة عادية او يعني على طول لمستين ورمي قدام بكرة طولية عرضيات تسعة فقط عند الدخلية كانت من ناحية برضو الكرسات العرضيات يعني متوسطين نادي الاهلي 23 عرضي يعني خسروا الكرة بشكل يعني 29 استرجعوا كرة ب87 مرة الاهلي طبعا كان بيكسب الكرة ب104 هو الرقم الافضل من كسب الكرة والاستحواز ولكن هما طبعا كان عليهم ضغط كبير جدا فعندهم نسبة التشليط والاعتراضات كانت عالية ده الشكل العام قدام النادي الاهلي رغم الارقام كلها في صالح النادي الاهلي الاهلي متفوق في الاستحواز في التزديدات في الوجود وفي التلت الاخير فكان الفوز هو بس الانهاء اللي احنا كان ممكن نصل لتلات اهداف واربع اهداف في المباراة دي فلكن الدخلية كانت عاملة جيم يبدو ان هو كويس لكن ارقامه على المستوى العام بشكل عام دفاعيا هجوميا ما كانش لأكم تعام بص يا كابتن على ارقامهم ما بين النادي الاهلي في التمانية وعشرين مباراة اللي لعبوهم لان التمانية وعشرين مباراة دول يعني مختلفين شوية طبعا زي ما احنا عارفين هما فازوا في تلت مباراة يعني فريق على كسب النقاط لا يعني بعيد تماما تلت مباراة بس من تمانية وعنده خسارة في 15 تعادل في عشرة ده يعني رقم سلبي جدا وبالتالي هو رقم 18 مركز 18 اخر في ريف ترتيب الدول ب19 نقطة النادي الاهلي المركز التاني ب51 نقطة فوزنا في 16 خسرنا في مباراة 2 و3 عدوات الاهداف الاهلي 48 هدف ده شاملين الهدفين بتوع مباراة الزمالك فبالتالي فعليا الاهلي احرص 46 هدف بمعدل 2.2 في المباراة الوحيدة النادي دخلية 15 هدف في 28 مباراة يعني انا لو حسبناها بالمتوسط المباراة مش مكمل حتى نص هدرس يعني رقم بعيد تماما يا كابتن فالنحية الهجومية عندهم كده مبدئيا كده عليها علامة استفاهم لا بعيد خالص الهدف المتوقع قد يصل ل38 هدف في 28 مباراة لانه عندهم اضاعوا الفرص عندهم مشكلة يعني انتخال هدفهم يا كابتن هدفهم الباك اليمين ايهاب يعني سوري انا متكلم على كريم يحي كريم يحي اربع هدف وركلات جزا وده الهدف الفريق فبالتالي 15 هدف يعني نسبة طعيفة جدا نتكلم بقى هدف من داخل منطقة الجزاة تعال بقى نبص ل15 هدف اربع من داخل منطقة الجزاة واربع سوري 11 من داخل منطقة الجزاة من 124 تزديدة واربع من خارج منطقة الجزاة لكن النادي الاهلي طبعا عندنا النسبة الاكبر الاربعين من داخل منطقة الجزاة وستة من خارج ويعني نكمل بقى واثنين اعتبارية عشان كده هما 46 وما حسبناش الاتنين عشان ما ما تشاطوش كنا اتمنى ان هما يتشاطوا بصراحة بس هما ما جوش معنا صناعة الاهداف هما الركنيات هما 83 ركنية في 28 مباراة شوف يا كابتل مش محصلين 3 ركنيات بالمتوسط المباراة فالشكل الهجومي حتى على جميع الاكشنز مش عالي خالص بعيد بعيد تماما نادي الاهلي يصل لسبعة صناعة الاهداف عندنا الاسيست 2 و30 اسيست ده بيدلل طبعا اللعب الجماعي وشوفنا بقى اشكال وجمل كتيرة ده بالباصس وهكذا تمريرات المفتاحية عندهم 4 بالمباراة 10 عند النادي الاهلي بالمباراة الاستحواز 39% يعني مش مكمل حتى 40% النادي الاهلي 61% تسديدات بالمباراة هما 7 تستخيل 7 تسديدات في المباراة يعني ناحية حتى محاولات على المرمى مش عالي تماما الاهلي بيصل ل15 تسديدة ويرفع تدريجيا الدقة بتاعت التسديدات على المباراة الاهلي في اخر كان مباراة للامانة لا بقى فيه الدقة عالية في التوجيه وتسديدات على الثلاث خشبات العرضيات بالمباراة نفس الكلام زي الركنيات بيعيد تماما 12 يعني هو بيعمل 3 تقريبا دقتهم 25% بالنادي الاهلي 21 عرضية بالمباراة استقبله 33 هدف زي ما شرحنا والمقارنة بالمقاولين والمصري وهكذا فلكن الداخلية طبعا استقبل كتير وكان ممكن استقبل 76 هدف لكنه استقبل 33 الاهل استقبل 19 كان ممكن استقبل 31 عنده شباك نظيفة 10 في الـ 28 مباراة الاهلي 6 وبدأ يزود الشباك النظيفة وده رقم اصبح ايجابي معنا التمرارات الصحيحة زي ما قلنا في بعيد تماما حتى في التمرارات دكتوا 71% فعندهم مسبس كتيرة جدا عليهم ضغط كبير جدا فبيخسروا الكورة بشكل كبير حتى التمرارات الطولية هم بيلعجوها بشكل كبير وزي ما قلنا حارس المرمى لمساهمات كتيرة 59 مرة بالمباراة نادي الاهلي زي ما عارفين بيوصل لـ 500 تمريرة ودكتهم يعني 85% حتى التمرارات الطولية عند النادي الاهلي 40 وده شغل تاكتك شفناه بشكل كبير جدا وده يعني رقم ايجابي جدا بيكسبوا السنائيات يعني بدقة 49% يعني تقريبا الاهلي 53% الأفضل حتى في كسب السنائيات كسب الكورة بالمباراة الوحدة الأرقام متقربة ولكن زي ما بنقول إن النادي الاهلي عنده مشكلة حتى في بعض الأكشنز قدام في الفينيشنج وهكذا خسارة الكورة يعني الأرقام متقربة فريق الأرقام نترجمها بقى سريعا في الحالات أو شكل الفني أو الهايكل الفني زي ما حدودك قلت خمسة أربعة واحد يبدو إن هم يعني رصة لعيبة عندهم مشاكل كبيرة جدا في الحاجتين الاختراكات من العمق عندهم مشكلة كبيرة جدا وعندنا حالات كتيرة مقررة نبدأ بمباراة الاهلي يعني عايز أقول حدودك حين كان عندنا خمس أمثلة من الاختراكات في العمق من المباراة أمام النادي الأهلي كلهم كانوا خطر للنادي الأهلي فرص محققت يعني دي الشكل الثاني ده كان رامي ربيعة زايد يعني نرجع بس عشان نبص التنظيم الدفاع عندهم أو الشكل الدفاع عندهم يا كابتن نشوف خمسة وراء زي ما كنا بنقول فيه تلاتة بيحاول إن هم يقفلوا قدامهم في عمق الدفاع وزي ما أنت شايف يا كابتن الكرة فيه ارتياحية إمام واقف لوحده تماما الكرة لعبت من رامي بكل ارتياحية يعني فيه اختراك من العمق زاوية التمرير مش مقفولة لعبت الكرة بسرعة نكمل إمام هنا طبعا بمعلامة بلمسة واحدة من غير يعني لمح بس مودست تحرك مودست هنا كان جميل جدا يا كابتن أيمن شوف مودست فين شوف إمام من لمسة واحدة وهو مدي ظهره للمرمع لعبها لكمل الكرة نزلت طبعا في العمق راح مودست هنا طبعا كان فيه مشكلة في الفنش ولكن اختراك من العمق السهل جدا طب تعان شوف هال ده في ماتش اللقل لقلي خمس مرات تعان شوف بقى ماتش الاتحاد الأخير اللي هو لسه لعبينه اللي كان خلص طبعا تعادوا الواحدة واحدة نكمل بقى الكرة دي ضربة الجزاء الكرة تلعبت برضو بكل سهولة اللعب الاتحاد قطع مدخل بالاتنين جوه نكمل يعني هو بص الكرة كابتن كان فيه اتنين لعيبة فاضين تماما تماما ما فيش اي حتى التدخل عليه لما حصل تدخل من لعيبة الاتحاد هو خد التلاتة في ظهره وفيه لعب قصاد وفاضي هو يعني سهولة جدا ولكن طبعا هما دخل نكمل يعني حصل ضربة جزاء طبعا كان فيه تدخل هنا واتحسب ضربة جزاء فان انت تدخل عندهم في التلت الأخير فيه اختراقات من الهاف سبيسس او من العمق سهل جدا ده شكل يعني اشكال التانية فريق ضعيف جدا على مستوى العرضيات يا كابتن عندهم الاختراقات من الاطراف عندهم مشكلة بتسبب خطورة شفنا هدفين لحسام حسن في ماتش سموحة كوبي بيست هو ماتش سهل جدا وفي اخر ماتش السراميكا لو سريعا سراميكا هنا كوبي بيست كوبي بيست كرة بتتلعب سواء لونج بول او اختراق من العمق اه بالزبط يعني الكرة هنا تتلعب يعني يرابدوا ان هما عددهم خمسة ستة في الدفاع ولكن دبعا زي ما بنقول يعني نكمل الكرة سريعا الكرة نزلت هنا بصها كابت دايما تلاقي اتنين فاضين من الفريق الخصدى فريق سراميكا وقفين بدون رقابة بكل ارتاحية وكرة لعبت اي لعبة من العمق سهلة جدا وده الحمد لله اخر 3-4 ماتشاط للأهلي فيه تطور كبير جدا في اللعبة في العمق بالداب الباصص شفنا الشكل ما بين حتى رامي ما بين كريم وما بين حسين الشحات واللي بيعملوه الديناميكية العظيمة ده بشكل عام عن الارقام وبعض الشكل الفني الليه فريط الداخلية ان شاء الله ده يترجم بقى عطارية النادي الاني نهار ده بالمكسر في اذن الله رب تهديف المبكر ده سر الفوز والارتاحية عشان نكمل في اذن الله رب مسيرا ان شاء الله على كل شيء شكرا جزيلا بازل لنا لقاء اخر بعض المباراة شكرا جزيلا شكرا جزيلا